يا شيخ بس بقى بلاش واجع الدماغ وواجعتين الدماغ انت ايه ما بتصدعش المجا ما بتوجعكش ما تسكت بقى يا بنت يا بنت وطى صوتك انت بتتكلم معايا هو انا بتشتغل عندك ولا ايه انا جوزك يا سيدي هو انت اهلك معلم وكيش ازاي تكلمي جوزك وطى وطى صوتك انت بتتكلم معاهم تردش تشوحيلي بيدك كده لا اه خلي بقى لك وانت بتتكلم على اهلي انا اهلي اغنى ناس في البلد هنا لو جبت اصغر واحد فعلتي بعيلتك كلها يا شيخ انا كانت امي ما اتكلم ابوها كانت بتوطي صوتها ما كانتش تبرو انها تعالي صوتها بالدرجة دية وانت ما فيش فايدة فيكي انا اتكلمت معاك كتير انا زيت وتعبت بجد برحتك مش عجبك برحتك والله انا ممكن المي هدومة وراحب بيت اهلي بيت اهلي اولا بي لا كنت الطول نصب زي نصب عيالتنا ولا كنت الطول انك تناسبنا وتاخدني اصلا والله انا اردد عليك عشاني مش لاقي كلام ارد بيه عليك انا سايبك ونازل يبقى مع السلامة احسن بالسلامة يا اخوي بدل واجع الدماغه وصدعه لانت عملهولي من صباحية ربنا ده لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يهديك يا شيخة ربنا يهديكي ادعيلي والنبي عشان ربنا يستجاب لدعاك معادش ان لا انت لا تدعيلي تعالي بس يا اخي تعالي بس هوت اصلاك شوية عشان اختك ما تسمعكش بقولك اي انا مش فاضي انت عارف ان المحل واقف قدامي زباين وانت خطينه من وسطه وانا قلت ماشي بس انا مش فهم انت عايز ايه بصراحة معلش يا سيد استحملني بس كده خمس دقايق انت انا عايز افرجك بس على وقتك وهي بتجيب لي مفاجئة حيوة اوي كده اعايزك تحضر معايا يعني الاعداء دي يا سيد انت ومراتك احرار في بعض هي الجايبالك هدية ولا انت اللي عمل لها مفاجئة انت حرم في بعض بقى لكن تطلعني كده من المحل بتاعي على مال اويش وفي اخر تقولي تعالي واستنى انا مش فاضي والله معلش يا احمد استنى بس شوية كده ان عارف انت مستعجل كده ليه يا سيد بقولك سيب الزباين تحت وانت بتقول مراتك عملي لك مفاجئ انا مال انا بقى اختي عملي لك مفاجئ ولا مش عملي لك مفاجئ انت حرم ببعض لكن الزباين اللي عندي دي تطفش والله من المحل كده تعالى بس تعالى تعالى استخبى كده ورا الباب كده وما تخلاش تشوفك عشان تشوف بقى المفاجئة اللي هي عملي هالي قاضر يا سيد قدينها استخبى ورا الباب اهو على مغاية ما شوفوا المفاجئة اللي عملي هالك ده خلنا اخلص يا هالة يا هالة افندي نعم يا سيد عايز ايه من ست زفتة هو انا قلتلك يا زفتة مش انا بندلك بقولك خدي يا هالة انا عايزك في موضوع مالك بتتكلم معاك اذا ليه انا حرة اتكلم براحت واتكلم بطرق اللي عجباني عجبك عجبك مش عجبك الباب يفوت جامل اهو تبقى ريحت واستريحت يا هالة دران جاي عشان اقولك ما تزعليش وحقك علي ويا سيد لنا اللي غلطان ووادي راسك كمان لو حابة ابوسهالك ابوسهالك لا يا اخويا متشكري ما تبصي راس ولا تبصي ايدي معلش معلش عشان نفسية العيال مش معلش العيال كل يوم يشوفونا مسكين في بعض عماني تخانق وصوتنا عالي وتعود تهليل وتزعيلي كده قدامهم ما يصحش كده العيال نفسية هتتعب حتى يا شيخ ده غير ان الجران كلها سمع صوتنا كل يوم بالمنظر ده كفاية مشاكل بقى والله كنت قلت الكلام ده لنفسك لكن انت ما تعصبنش وتخرجنا عن شعوري فلا كنت قلت لي معلش وما تزعليش وعشان العيال ونفسية العيال كنت فان يا اخويا من الاول ما كنت وطت صوتك انت واحترمت نفسك كده ومعدتش على الليل صوتك طب خلاص اللي بقولك اهو وط صوتك بس شوية كده وطبخت ولا لسه ما طبختش لا ما طبختش ومش عايز اطبخ وماليش ما زاج اطبخ خلاص وهقعد الاسبع ده كده مبطجة في البيت ومش طبخة حاجة اه عايزت هيكون انزل كل عندهمك مش عايز انت حر وانت ما تفتحش بقك معايا ولا تيجي تقول لي طبخت ولا ما طبختش ولا عملت ولا ما عملتش ولا كنت بتعمل ايه في البيت طول اليوم ملكش فيه انا حر قعد بمزاجي امشي بمزاجي انا حر ما تفتحش بقك معايا لو سمحت يعني ايه يا بنت وهي دي تبقى عيشة نقعد نمسك في اخناق بعض ونقعد نتخانق وانت تبضل قعدة طول اليوم في البيت ما تطبخش ولا تأكلنا اي حاجة والعائلة الغلابة دول يأكلوا ايه ايه بخدهم معاك وانطريح عند حاماتي ايه بخدهم معاك واكلهم وشربهم وخلهم يعودوا ويلعبوا كده وانبسطوا هناك بدا العكنانة اللي انت عملها لنا هنا انا برضو يا بنت اللي عامل عكنانة انا برضو اللي عامل مشاكل انا برضو لشط عالي وعمل اتخاني على المال على بطال انا برضو اللي عامل اقول مش اطبخ ومش اعمل وش انا عاجبك والله ده اللي عندي عاجبك عاجبك مش عاجبك انت حر يا شيخة بلا عجبني بلا مش عجبني عند اخل عملي لقمة وادخل اظهور بعيد عن وشك يبقى احسن والله اتبقى ريحت واستريحت وريحتين يا خواه من وجه النامج اللي انت عاملهولي ده وبعدين وبعدين يا ستة هالة احمد انت جيت امتى ودخلت البيت ازاي في فئة دخلت ياختي على اساس ان انت عامل انفجأ الجوزك وان انت هتجيب له دية وهتقبله حلو وعمل له حاجة حلوة طرطية بقى ولا جتوه فده يتفرج بقى واكل وانبسط معاكم ايه يا ستة هالة ايه ففرده جناحاتك وريشك اول كده ليه على جوزك عشان ان شاء الله عيلة اهل انت بتتكلم عليها عيلة اغنعيلة واعلى عيلة وهو سوت عيل ايه انت بوكي اصلا مرضاش بالقرف اللي انت عامله مع جوزك ده انا انا بتكلم يعني بس كده تتكلمي ايه وبتاع ايه هو انت رصبت نفسك هنا يا رجل الرجل لما جيه مد ايده في ايدان ابوكي وقال له عايز اخطب بنتك ولا اتجوز بنتك كان عايز واحدة ستة مما الرجال على القفة من يشير والستات برضه على القفة من يشير لكن انت عامنا نفسك راجل لكن انت عامنا هنا نفسك راجل البيت عامنا نفسك انت صاحبة البيت والكلمة كلمتك هو في ايه هي انت عكست الاية هنا ولا ايه لاب عمدتش حاجة ببصل هو يعني من النوع اللي بيجي بالصوط العلي يعني عشان امشك الميتة عليه وتمشك الميتك عليه لأيه ده هو الراجل هو المفروض اللي مشك الميته عليك مش انت اللي تمشك الميتك عليه وتعود الزعائل وتبهدليه وتعلى صوتك كده قدام العيال يقولوا ايه العيال ابوهم ايه ولا يقولوا اعلمهم او انت كده شايف لنفسك حاجة حلوة يعني لما تعلص صوتك وتاخد مكان الراجل اكسم بالله لو ابوك اللي كان موجود وسمعك وانت بتتكلمه مع جوزك بالطريقة اللي انت بتتكلمي بها دي معاه اللي كان جايبك من شعرك ولافش الجوزين اللي لم على وشك عادلك فيه انت انفكر ان الجوزك ما قدرش يميد يده عليك واضرابك واهتيب انت اللي غلطانة وهتصغرين كلنا بسبب اللي انت بتعمليه ده اه انت بس مش فهم الموضوع ده ده الموضوع وما فيه فاهميني يا اختي فاهميني يا اختي اللي انا مش فهمه فاهميني اللي انا سمعته ده ان انا ما شمعتهش فعلا فاهمين ان انا ما تخيلتش ان انت الراجل وحطت نفسك مكان فاهمين الصح ايه الصح اللي انا مش فاهمه بقى ده يعني بقوله كده يعني عشان ما يكبرش الموضوع اقولك ايه انت ما تستهلش واحد زي ده الراجل ده كتير عليك اكسم بالله انت قليل عليك هو حقه يتجوز واحدة تانية تصونه وتسمع كلامه وتقوله حاضر وطيب وكلمة اللي يقولها تنفذها ويرجع البيت يلاقي اكله موجود وغداه موجود وجاهز عالطرابيزة يقعد ويتغد لكن انت واحدة نمروضة كتير عليك اللي انت فيه ده دلوقتي ادخلي بقى لامي هدومك وتعالي معي على البيت ابوك لا استنى ياحمد بس استنى استهدى بالله انا خلاص عرفت غلط ومعدتش اعمل كده تاني خلاص ومعدتش اعمل صوت تاني على جوزي وحضر الغداء والله اللي هو عايز بس ما انفعش اسيب البيت والعيال يعودوا ازاي كده من غيري يا سلام ما انت كنت سايباهم طول الاسبوعه واخدهم عن دحماتي وسايباهم من غير غادة وروح ااكلهم وفسحهم وابسطهم عن دحماتي ايه ولا انت نسيت نفسك ونسيت الكلام اللي انت قلتين ده 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 لا كنت بقول كده بس والله كلام لكن ما كنت شبعتهم ولا حاجة اه انا انا هادخل الوقت اطلع من فريزر للفراخ وهادخل اطبخ دلوقتي وعمل اكل لي والله للعيال على طور اه ايه رأيك خلاص هاديها فرصة وهشوف كده هتصلح من نفسها ولا لا ولو ما صلحتش من نفسها انا لا اجيبهلك لغاية عندك البيت كمان وهتفكر ان ما انت عملته ليلة واهله ومش اهله وعيلة ومش العيلة وهتفكر ان ما انت هتروح بتاهلك ان انت يعني هتعيش في الجنة لا والكلام هنا مش يختنا وبس لا لكل الستات والبنات الحلوين اللي قاعدين يتفرجوا علينا وعارفين ان هما بيعملوا زي يخت كده وعميتنا امراضوا على حياتهم ومش عجبهم حياتهم ولا عجبهم جزهم عمية علوا صوتهم ومفكرين نفسهم يعني عشان عاليتهم غنية ولا معاهم شوية فلوس خلاص ملك الدنيا واللي فيها ما تزعلوش مني انتو لما اتروح بيت اهلكم ما ازاي ما انت كنت عايشة ببيتك ملكة هتيبي مكسوفة وانت بتفتح التلاجة هتيبي ممحرجة كده وانت جعانة وبطنك بالصوصة ومكسوفة تقولي لامك ينفع عقلي بالطلوة وكلهم ولا لا ما انت عايشة هوا مصطورة ببيتك حفظة على بيتك وحفظة على جوزك ولو كان اهلك مش موجودين وانتروحوا تعودوا عند اخوكي استلق وعدك بقى من مرات اخوكي واللي هتعملوا معاك وما تزعلش منها بقى لما تقول له اخوكي ممعلش اولادنا اولى ممش لازم تأكل اختك ممش لازم تجيب لختك مش هتبقى عادة براحتك سدقين حفظة على بيتك حفظة على اسرتك حفظة على الراجل اللي انيك وبيصرف عليك ماينفعش اللي انت بتعمليه وراجع نفسك كده وهتعرف ان انت غلطان ويردتو كن رسالتي وصلت النهاردة لكل البنات الحلوين اللي بتفرجوا علينا وما ننساش نصالع نبيه في كومنت وتقول ايه رأيكو في التعليقات ايه رأيكو في اللي انا عملتو النهاردة كان صحة ولا غلط وهي اختي كان صحة ولا غلط